بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العلي العظيم قبل أن نبدأ بالكلام نقدم مقدمة مختصرة وهي أن العلماء في الفقه والأصول يذكرون أن هناك أحكاما بالعناوين الأولية وهناك أحكاما بالعناوين الثانوية مثلا المكلف يجب عليه الصوم هذا عنوان أولي وجوب الصوم للمكلف لكن هذا المكلف إذا كان مريض بحيث يضره الصوم فهنا عنوان ثانوي الضرر سبب رافع التكليف بوجوب الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالصوم تكليف واجب وبني عليه الإسلام كما في صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية الصوم من الأمور التي بني عليها الإسلام ولكن العنوان الثانوي وهو حالة الضرر يرفع وجوب الصوم أو في حالة التقية مثلا ثبت عند العام هلال شهر شوال ولم يثبت عندنا بل ثبت عندنا عدم وجود الهلال أصلا كما يحدث في كل عام تقريبا لكن إذا كنت في تقية يجوز لك أن تفطر بل قد يجب عليك الإفطار في قضية مفصلة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم أخير شهر رمضان أعلن المنصور الدوانيقي العيد لكن هو ما كان عيد كان اليوم الأخير من شهر رمضان هنا المنصور يلتفت لإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل؟ الإمام قال ذلك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا ثم أكل الطعام الإمام الصادق في يوم أخير شهر رمضان في النهار ماذا قال؟ قال لأن أفطر يوما وأقضيح أحب إلي من أن تضرب عنقي صحيح هو هذا اليوم الأخير من شهر رمضان والصوم فيه واجب بالعنوان الأولي لكن عنوان التقية رفع الوجوب إلى الحرمة يعني يحرم الصوم في هذا اليوم إذا أدى ذلك الصوم إلى أن يقتل هذا الإنسان لأن أفطر يوما وأقضيح أحب إلي من أن تضرب عنقي فالحكم وجوب الصوم هذا العنوان الأولي ولكن حينما يأتي عنوان ثانوي هو التقية يرفع وجوب الصوم الذي هو من أركان الإسلام إلى وجوب الإفطار مثال آخر هذا في أصل الوجوب والحرمة مثال آخر إذا واحد من الموالين يعيش في بلدة في تلك البلدة المخالفون هم الأكثرية والحاكم منهم في هذه الحالة نحن عندنا للصلاة شرائط وموانع وقواطع من جملة موانع الصلاة التكفير يعني وضع اليد على الأخرى هذه من مبطلات الصلاة من جملة مبطلات الصلاة قول آمين بعد تلاوة الحمد من جملة شرائط الصلاة أن تسجد على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكولي والملبوس إما تراب أو حجر أو أمثال ذلك من الأرض أو ما أنبتته الأرض ورق الأشجار بشرط أن لا يكون مأكولا كورق العنب مثلا ولا ملبوسا كالقوطن هذا لا يجوز السجود عليه من شرائط الصلاة صحة السجود وصحة الصلاة هو هذا لكن إذا أنت في حالة تقية ليس التقية التي تضرب عنقك عنقك إن تركتها لا بل أدوى من ذلك بكثير ما يعبر عنها الفقهاء بالتقية المداراتية فهنانا إذا كفرت يديك وقلت آمين وسجدت على الفرش فصلاتك صحيحة مع أنه التكفير مبطل للصلاة قول آمين مبطل للصلاة عدم السجود على ما يصح السجود عليه مبطل للصلاة ولكن التقية التي هي عنوان ثانوي سببت صحة هذه الصلاة بل ترك التقية أحيانا يكون موجبا لبطلان هذه الصلاة يعني لو التقية كانت واجبة عليه في الصلاة فترك التقية وصلى الصلاة الصحيحة هذه الصلاة ليست صحيحة أصلا لأنه ترك واجبا وهذه الصلاة محرمة والصلاة المحرمة لا تكون صحيحة ولا مقربة إلى الله سبحانه وتعالى إذن إحنا عدنا عناوين أولية هذه العناوين الأولية هي التكاليف الواقعية للمكلفين وعدنا عناوين ثانوية حسب ما يعبر عنها الفقهاء تكون حاكمة على العناوين الأولية مثال آخر نضرب عدنا قانون الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ويجوز على أهل كل ملة ما يعتقدون إذا واحد يريد مثلا يطلق زوجته الطلاق بشروط إذا واحد ترك شرطا من هذه الشروط كان طلاقه باطل باطلا من جملة الشروط أن تكون زوجته في طهر غير المواقعة من جملة الشروط أن يكون هناك شاهدان عادلان وأشهدوا ذوي عدل منكم أن يكون قاصدا فإذا كان هازل فالطلاق باطل إذا لم يكن هناك شهود عدول يعني لم يكن شاهدان عادلان فالطلاق باطل وهكذا شروط أخرى مذكورة في الرسائل العملية والكتب الفقهية زين إذا واحد من العامة الذين لا يشترطون في الطلاق لا القصد حتى لو واحد هزلن قال لزوجته كلمة الطلاق تطلق حتى في حال النوم عدهم حتى في حال النوم إذا واحد نايم بعض الأحيان بعض النيام يتكلمون بكلمات إذا تكلم في حال النوم بكلمات الطلاق قالوا تنفصل عنه زوجته قبل سنوات في السودان قرأت في إحدى الصحف في مسرحية تمثيلية وهذه التمثيلية زوج وزوجة فالزوج يطلق زوجته في هذه التمثيلية والممثل والممثلة هما زوجان في الواقع يعني هم الزوج ممثل هم الزوجة ممثلة ففي المسرحية ضمن النص السيناريو طلق الرجل زوجته فقالوا إن الطلاق قد وقع واقعان خلص هذا الممثل لازم ينفصل عن زوجته قال مسرحية وفيلم كذا خلص ثلاث جدهن جد وهذهن جد حسب ما يقولون زين إذا واحد من العامة طلق زوجته بدون الشروط الشرعية قانون الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ماذا يقول قانون الإلزام حكم ثانوي عنوان ثانوي يقول ما دام هو يعتقد بصحة هذا الطلاق من دينه ذلك من مذهبه ذلك ولو هو القانون الواقعي هناك شروط في الطلاق وهو لم يراعها ولكن لأن في دينه ذلك فلذلك هذا الطلاق يقع طلاقا واقعيا وصحيحا بالعنوان الثانوي لأن العنوان الثانوي حاكم على العناوين الأولية فإذا هذه المرأة انتهت عدتها يجوز للشيعي أن يتزوجها هذه المرأة ليست لها زوج العنوان الأولي هكذا طلاق باطل بس قانون الإلزام سوى عنوان ثانوي العنوان الثانوي حاكم على العنوان الأولي فهذا الطلاق صحيح فإذن ما دام هذا الطلاق صحيح فعلى المرأة أنتعتد وبعد العدة تصير خلية من الأزواج فيجوز لحتى الشيعي يتزوجها مع أن الشيعي يعلم بأن زوجها طلقها بدون شهود طلقها بدون قاصد طلقها بدون طهر وما إلى ذلك فعدنا قوانين أولية عنوين أولية وعناوين ثانوية مثال آخر البراءة من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم البراءة من أعداء أهل البيت هذه من أصول الدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول وهل الدين إلا الحب أنت تحب أولياء الله وتعتقد بهم وتتبرأ وتبغض أعداء الله وتتبرأ منهم هذا الحكم الأولي على كل واحد من المؤمنين أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله وأن يوالي أولياء رسوله محمد صلى الله عليه وآله ويتبرأ من أعدائه وأن يوالي الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن يتبرأ من أعدائهم طبعا التولي والتبري إلى جانبان جانب في أصول الدين وجانب في فروع الدين أن تتولى أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام هذا من أصول الدين أن تتبرأ من أعدائه هذا من أصول الدين لأن هذا داخل في الإمامة والإمامة أصل من أصول الدين وقسم آخر من فروع الدين أن توالي المؤمنين هذا من فروع الدين أن تبغض الكافرين المنافقين هذا من فروع الدين فلوما يعدون في فروع الدين التولي والتبري المقصود متولي الأئمة والرسول هذا من أصول الدين مو من فروع الدين والتبري من أعداء الرسول وأعداء الأئمة هذا مو من فروع الدين هذا من أصول الدين مراد التبري من الكفار والمنافقين بشكل عام وولاية المؤمنين بشكل عام هذا من فروع الدين على كل حال فولاية الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام من أصول الدين والتبري من أعدائهم قلبا ولسانا هذا من أصول الدين من الفرائض هذا عنوان أولي لكن عندنا عنوان ثانوي العنوان الثانوي شنو يقول يقول أنت لازم تراعي التقية لا يجوز لك في حالة التقية أن تجاهر بما تعتقد في بعض الأحيان طبعا التقية إلها تنقسم إلى الأحكام الخمسة حسب ما يقول العلماء ذاك في تفصيل آخر لأنه الآن ليس في محل كلامنا ولا محل الشاهد فنختصر في هذا الجانب أنت لازم توالي أولياء الله وتتبرأ من أعدائهم هذا العنوان الأولي بس لا تنسى أن يكون عنوان ثانوي العنوان الثانوي تقية هذا عنوان ثانوي وهذا العنوان الثانوي يرفع الوجوب في المجاهرة ليس يرفع في بيتك لا أكل بعض يقول أنت قلبا لازم لا تبغض أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تبغض أعداء الرسول لا تبغض أعداء الله هذا مرفوض قرآنيا وروائيا وبإجماع الفقهاء لا لازم قلبك يكون بريء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأم عليهم الصلاة والسلام ولازم تلعنهم هذا بإجماع الفقهاء ولكن هذا العنوان الأولي نحن بعض الأحيان نخلط بين العناوين الأولية والثانوية العنوان الثانوية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول خالفوهم بالجوانية وخالطوهم بالبرانية تعايش معهم خالطوهم بالبرانية يعني في المجلس العام في الشارع في السوق في الأماكن العامة خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية يعني إما القلب الجوانية أو في منزلك بينك وبين ربك إذا كانت الإمرة صبيانية يعني الأمور بيد الصبيان الحكام الظلمة الجائرين لا تخلط بين العنوان الأولي والعنوان الثانوي إحنا عدنا تقية تسمى التقية المداراتية وهذه تقية مستحبة من أقسام التقية التقية المستحبة التقية المداراتية يعني شنو يعني أنت إذا تركت التقية في هذا الأمر لا يتوجه إليك ضرر مباشر لا في نفسك ولا في مالك ولا في عرضك ما يتوجه إليك ضرر مباشر لا إليك ولا إلى غيرك ولكن هذا بالمدى البعيد يسبب الضرر في المدى البعيد وفي المدى القريب طبعا تحمل الضرر اللي هو في المدى البعيد هذا جائز لذلك الفقهاء عادة لا يفتون بحرمة الأشياء المضرة ضررا في المدى البعيد مثل التدخين مثلا التدخين مضر لكن الضرر مضرر في المدى القريب في المدى البعيد خلال 30-40 سنة يمكن لذا ما يفتون بحرمته هنا أنت إذا ما رحت صليت معه إذا ما سلمت علي إذا ما رحت زرت في بيته إذا ما اشتركت في تشيع جناسته زيان وإذا لم تفعل كذا وكذا وكذا لا يتوجه إليك ضررا مباشرا فورا لكن في المدى البعيد هذه المقاطعة تولد الضرر فهنا هذه التقية ليست بواجبة ولكنها مستحبة أنت أحفظ عقيدتك مو أنه تتنازل عن عقيدتك رب أبنائك على عقيدتك ولكن تعامل معهم بالتعامل الذي أمر به الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنت عندك واحد من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مجلس عام في مكان فيه المخالفين تبرأ من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو سبهم لا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إذا كان يقرأ دعاء صنمي قريش في نافلة صلاة الليل في القنوت عندك فتوقت فيه على منبر الكوفة لهذا الدعاء مثلا عندك واحد من الأئمة عليه الصلاة والسلام علنا تبرأ من أعدائهم أنا ما شايف إذا أمرهم بالسب يقول إحنا نأمر أولادنا بسبهما أولادنا بالبيئة الداخل أربي حتى لا ينحرف عقيدة لا ينجرف في التيار العام لكن لم يأمروا أولادهم أنه يجعل المنبر مثلا يبدأ يشتم ويسب وكذا وكذا هذا العنوان الثانوي بعض الأحيان واحد يقول إيه إحنا الأئمة أمرونا بالسب وأيضا أمرونا بالتقية إجمع بين الدليلين دليل عنوان أولي دليل عنوان ثانوي والتقية من ضروريات مذهب الشيعة إذا تحقق موضوعها قد تكون واجبة قد تكون مستحبة وقد تكون إلها موارد أخرى من الأحكام أنا هنا كاتب بعض الروايات بشكل مختصر أنقلها لكم ليتبين أن هذا الأمر مو فقط من الضروريات بل إما عليهم الصلاة والسلام كانوا يحثون عليه في صحيحة معمر بن خلاد عن الإمام الرضا هاي الرواية موجودة في الكاف الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له لا إيمان لمن لا تقية له لا تقية له هاي لا نافية للجنس وتفيد العموم والعموم ظاهره والعموم الاستغراقي يعني إذا واحد يترك التقية مع تحقق موضوعها ما يقول أنا إذا أعمل بحكم الله سبحانه وتعالى هذا الله ما تعمل بحكم الله هذا الله إيمان له حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول تسعة أعشار الدين في التقية في حديث آخر صحيحة عبد الله بن يعفور يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقية ترس المؤمن ترس يعني هاي الوقاية التي تحفظ المؤمن والتقية حرز المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا الإمام ما يقول أنه هذا كذب يقول لا احنا متكلمين هذا الكلام هو حديثنا فيدين الله عز وجل به فيما بينه وبينه بين وبين الله هذا حديث الإمام الصادق وأنا هذا الحديث أتعبد الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد به وبالعمل به فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا ما يقول كذب علينا لا حديثنا احنا متكلمين به فيذيعه ينشر يعني إذاعة فيكون له ظلا في الدنيا وينزع الله عز وجل ذلك النور منه في حديث آخر أيضا في الكاف الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة الإمام الصادق كان في فترة كما هو المعلوم فترة من أيسر الفترات على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأحسن الظروف الأئمة اللي قبل الإمام الصادق كانوا في زمان بني أمية إلا الإمام الباقر في آخر حياته في ضعف دولة بني أمية والأئمة بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا كانوا في ظروف جدا صعبة الإمام الصادق هذه الأحاديث أكثرها عن الإمام الصادق في أيسر تلك الظروف هكذا يقول الإمام يقول كما في هذه الرواية إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط أن تقبل أمرنا وتصدق به هذا فقط ما يكفي من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله فأقرئهم السلام يعني شيعتنا في ذلك البلد لعله في العراق وقل لهم رحم الله عبدا اشتر مودة الناس إلى نفسه حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون ثم قال والله والله من ناصب لنا حربا الناصبي يعني من ناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكرح الناصبي مو أشد من هذا فإن عرفتم من عبد فإن عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها لذيع فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه إذا ما سمع كلامك ودي علي من يسمع كلامه فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجك فإن هو قبل منكم والعنوان الثاني ويجب أن يخلق بينهم أصلا في حديث آخر أكو نعم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية موثقة موجودة في الكافي يقول كلما تقارب هذا الأمر يعني كلما الظاهر قرب ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية إذن عدنا عنوان أولي وعدنا عنوان ثانوي واحد لازم أن يخلق بينهم العنوان الأولي بينك وبين الله سبحانه وتعالى إذا الظروف مهيئة العنوان الثانوي أيضا هو حكم الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ترك حكم الله إذا كان حكما واجبا بعض الأحيان إحنا نجي نقول مثلا هذا الأمر موجود في كتب العامة أيضا العامة هم ذاكرين في كتبهم وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جميع ما نعتقد نحن اللي بيّنها لنا الله في القرآن والرسول والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجود في كتب العامة أيضا كل ما نعتقد نحن بل استثناء بس واحد لازم يدور الآن الكمبيوترات ومحركات البحث مسهل الأمر كل ما نعتقد به موجود في كتب العامة أيضا بس أكو مسألة أنا عقيدتي في الله أخذ من التوراة؟ لا أخذ من الإنجيل؟ لا عقيدتي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنا أخذ من التوراة والإنجيل؟ لا الأدلة العقلية والنقلية موجودة لنبوة الرسول صلى الله عليه وآله أنا العقيدة ما أخذ من التوراة والإنجيل لكن قد أحتج عليهم بما في التوراة والإنجيل أنا عقيدتي ما أخذها من كتب العامة قد أحتج عليهم بما في كتبهم مو أنه أخذ عقيدتي من كتبهم بعض الأحيان هم مشكلة موجودة في بعض الشيعة تقول لها موجود رواية في الكافي يقول شنو سندها رواية موجودة في البحار شنو سندها تقول رواية موجودة في البخاري خلاص يسلم وهذا غلط إذا موجود رواية في كتب العامة هذا للإحتجاج عليهم مو أنه يحج بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أنا ما أخذ عقيدتي من كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو كتاب فلان أو فلان أو فلان أنا أخذ عقيدتي مما ثبت من أهل البيت عليهم والصلاة والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم حس إذا أكفت شيء في كتب العامة في مثالب خلفائهم في مثالب رموزهم في سيئات أعمالهم إذا هذه اللي موجودة في كتبهم تنطبق مع عقيدتي وما ثبت لدي من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فأني أحتج عليهم بما في كتبهم أي خالف ولكن إذا ما في كتبهم ولو كانت في مثالب رموزهم لا تنطبق مع عقيدتي لا تنطبق مع الشيء الذي آني تلقيت من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا ما أقدر أخذ العقيدة مما في كتبهم أقول في كتابك كذا موجود احتجاج عليها ما يخالف بس كعقيدة أعتقد بها كلا مثلا إحنا رواياتنا تدل على أن أبا بكر كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وآله رواياتنا تدل على ذلك في كتاب الاحتجاج وغير الاحتجاج موجودة الروايات أبو بكر كان موجود في الغار مع النبي صلى الله عليه وآله حس إذا رواية في البخاري موجودة أنه في وقت الهجرة أبو بكر كان في مسجد قبا يصلي خلف سالم أنا ما أجي أترك روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأستدل ب ما موجود في صحيح البخاري صحيح عندهم بأن أبا بكر لم يكن في الغار لأنه في البخاري أكون رواية كذائية لا أنا عقيدتي ما أخذها من البخاري أنا عقيدتي أخذها من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهم قالوا أن أبا بكر كان موجود في الغار وآية الغار ليست مدحا لمن فأنزل الله سكينته عليه على الرسول لم يقل فأنزل الله سكينته عليهما مع أنه كلما نزلت السكينة على الرسول في القرآن نزلت على المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين في سورة نفس سورة التوبة في سورة الصف وفي غيرها لكن في هذه الآية الله خص الرسول بالسكينة دون الصاحب الآية ليست مدحن قدحن زين يعني أخذ عقيدتي مما تلقيته من أهل البيت مما في كتب المخالفين موجود إذا فتشي في كتب المخالفين موجود يخالف عقيدتي أضربه عرض الجدار الشاهد عندنا كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإذن هاي المسألة هم مهمة لا تقول أنا أترك التقية لأن هاي المسألة موجودة في كتب المخالفين حتى لو موجودة في كتب المخالفين هذه لا تتنافى مع التقية أنا لأيما أمروني بالتقية حيث سواء موجود في كتب المخالفين أو لم يكن موجودا في كتب المخالفين ماكو استثناء إذا لم يكن في كتب المخالفين فاستعمل التقية أما إذا موجود في كتب المخالفين فلا تستعمل التقية هالشكل شيء ما عدنا الأدلة مطلقة فالحاصل إحنا بعض الأحيان نشوف أكو إفراط وتفريط أما التفريط فيقول أنت حتى في قلبك لازم تنزع البراءة من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مجالسك الخاصة أيضا لا تفوه بذلك هذا تفريط وأكو إفراط أن كل ما تعتقد به جاهر به فلا هذا هو الذي أمرنا به على أمه ولا ذاك فعلينا أن نلتفت إلى هذه النقطة وهي أنه إحنا علينا أن نكون أتباع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس أتباع لما نشتهي فالواحد أجأ سأل قال شنو هذا الحديث اللي يقول من صلى خلفهم كمن صلى خلف رسول الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعني هذا الوهابي اللي يكفرني إذا أنا أصلي خلفه كأنه صليت خلف رسول الله قلت له زين إذا الإمام الصادق قايل والحديث صحيح والفقهاء أفتوا به زين أنا أجي ذوقي أخليك مقابل كلام الإمام الصادق نعم أنا لا يعجبني ذلك إذا لا يعجبني هذا نقص في إيماني إذا كانت ظروف التقية يعني لا يعجبني كلام الإمام الصادق إذا واحد ما يعجب كلام الإمام الصادق هذا نقص في إيمانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تستيمان إذا أنت ما يعجبك شيء من كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فهذا نقص في إيمانك أما ما دام الإمام الصادق قايل لازم نسلم له وإذا كانت الشرائط متحققة نطبق كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع تحقق الموضوع طبعا وهذا بحث مفصل أيضا يعني التقية بشرط تحقق الموضوع يعني تحقق موضوع التقية فإذن على المؤمنين أن يقووا عقيدتهم ويربوا أولادهم على العقيدة السليمة الصحيحة بما فيها البراءة ولكن إذا تحقق موضوع التقية فعليهم أن يراعوا التقية أيضا 19 الدين في التقية يقول الإمام الصادق وأحد معاني هذا الحديث أن التقية هي التي حفظت الشيعة في طول التاريخ ولولا التقية لأبيد الشيعة بأجمعهم الآن أنت تروح إلى بعض البلدان أفرض السعودية الحاكم وهابي منذ مئة عام ويطارد الشيعة في كل شيء استعمل أبشع أنواع الطائفية ضد الشيعة في المناصب وفي المال وفي الثروة على كل حال الاجتماع وفي كل شيء في القضاء وما إلى ذلك أبشع أنواع الطائفية تستعمل مع الشيعة لكن الشيعة في هذا البلد منذ مئة عام لحد الآن حافظوا على دينهم ونقلوا ولا أهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت إلى أولادهم على رغم هل إعلام والضخل إعلامي من الصف الأول حسب ما ينقل ما أدري أنتوا أعلم مني يدرسون التوحيد توحيد ابن تيمية وتوحيد المجسمة للأطفال طفل عمره ست سنوات سبع سنوات ولكن لم نسمع أن شيعيا توهب ما سمعت أنا إذا هم شم واحد توهب ويمكن لأجل المال أو لأمثال منصب أو لأمثال ذلك لم نسمع بل بالعكس سمعنا بوهابيين تشيعوا خلاف الموجة لماذا؟ لأن الشيعة جمعوا بين الأمرين هناك العقيدة السليمة حافظوا عليها نقلوها إلى أولادهم وفي الوقت نفسه استعملوا التقية ما أعطوا ذريعة لكي يقتلوا ما أعطوا الذريعة لكي يصفوا ما أعطوا ذريعة فلذلك حافظوا على أنفسهم وعلى دين أولادهم وتسعة أعشار الدين في التقية أحد معاني هذا الحديث الشريف كما يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في المرآة هو أنه بسبب التقية لم يقتل كثير من الشيعة ولو لم يكونوا يستعملوا التقية لأبيدة الشيعة فإذن واحد يجمع بين الأمرين وفي ذلك رضى الله سبحانه وتعالى إن شاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة